محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم ترى هم ركعا سجده يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود كلهم أهل فضل وكلهم أهل كرم وكلهم أهل جود وكلهم أهل تقوى يكفي أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاف والذين اتبعون بإحسان اللهم اجعلنا منهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحمل أهل الصحابة رضي الله عليه الصلاة والسلام يقول في شأنهم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون حابة دول جيل فريد قد إيه جيل فريد بجد ورب الكعبة جيل لا يتكرر ولم يتكرر لكن حنا نحاول نقرب نحاول نحن إيه نقرب الصورة عشان نقرب منهم ونعرف ما بعمله ونعمل زيهم جيل حاجات جدا لما تلاقي واحد مثلا واقف ومجرب بس ما بياده جرب بس ما بياده اللهم إني أقسم عليه إذا واحد عبد يقسم على ربنا والله حصل حديث رؤى الحاكم بسنا سيدنا البلاء ابن مالك أخو أنا سيدنا ابن مالك يقسم على ربنا في موقع تستر أو تستر ويقول اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافى للمشركين أو الكفرين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فينصر الله جند المسلمين ويرزق البراء الشهادة في سبيلك هذا رضوان الله تعالى عليهم ضربوا المثل الأعظم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا من شدة حبهم لرسول الله إذا حدثوا لا يستطيعون أن ينظروا في وجهه بل كانوا يتكلمون وقد خفضوا يعني أبصارهم ونظروا في الأرض تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من شدة حبهم لرسول الله لا يقومون له إذا دخل عليه يقول إزاي 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 قل لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يقوم له الذي لا إله غير أنا لا أستبعد على الإطلاق أن يحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله حبا يفوق حبهم لأنفسهم مع أنهم جبلوا وطبعوا على حب النفس والله لا أستبعد ذلك والله لا أستبعد ذلك والله لا أستبعد أن يحب الصديق رسول الله حبا يفوق حبه لنفسه التي بين جنبين لا أقصد حب الاختيار بل أقصد حب الطب مع أن الإنسان جبل وطبع على حب نفسه لكن والله الذي لا إله غيره لقد أحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبهم لأنفسهم مع أن الإنسان قد طبع وجبل على حب نفسه أكثر من حبه لأي شيء أو لأي أحد طبعا لو دخلت المبدأ ولو دخلت المستنبة والله ما نخاش والله ما نخاش لو دخلت مستن حب الصحابة لسيدنا رسول الله والله العظيم ما نحتاج ساعات طويلة ساعات طويلة وحلقات مستمرة في أن نظهر وأن نجلي حب صحابة رسول الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا على الإطلاق ومن قرأ السيرة وتابع حلقات السيرة يعلم صدق ما أقول لم تعرف ما عرفت ولن تعرف البشرية نموذجا في الحب مثل ما عرفت البشرية من حب الصحابة لسيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نحن إذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أردنا الطعن مباشرة في رسول الله وفي كتاب الله وفي دين الله فلا يطعن فيهم إلا زنديق ولا ينتقسهم إلا كافر أو منافق أو جاهل غارق في جهله يحتاج من يأخذ بيده إلى صدق الله المستقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما ساوى مده ولا نصيفة